هذان الإمامان أبو الأسود في علم النحو والشافعي في علم الفقه فهما الشافعي فهو محمد بن إدريس ينتهي نسبه إلى المطلب ليس إلى عبد المطلب إلى المطلب أي أنه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف فهو مطالبي قرشي رحمه الله تعالى رحمة المواسعة وهو ثالث ألا إما الفقهاء عند أهل السنة أولهم ظهورا أبو حنيفة ثم الإمام مالك ثم الإمام الشافعي ثم الإمام أحمد بن حنبل قلنا أبو حنيفة مجردا هذا السبق لسان هو الإمام أبو حنيفة وهؤلاء الأربعة إمة فقهاء أعطاهم الله عز وجل قبولا في الأرض وينسب للإمام الشافعي رحمه الله أنه وضع وسس ووصول وصول الفقه في المذهب العام يعني وصول الفقه أول من وضع قواعدها الإمام الشافعي هذا كله نحن بمن أنعنه نحن معنيون بشعره ولو شعر قليل وكان يتحاشى ويتجنب أن يقول الشعر وهو القائل ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد 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 بن ربيعة أحد أصحاب المهلقات وتدرسنا حلقة كاملة عنه الشعر بالعلماء يزري ما قاله الشافعي حق منزلة العلم أعظم من منزلة الشعر فلئن يقال عنه إنه إمام في العلم خير من أن يقال عنه أنه شاهر هذا الذي أراد الشافعي أن يقوله لي ولك سنأخذ بعض الأبيات التي نسبت إليه أو غالب الظن أنه قالها له ديوان مطبوع لكن ليس كل ما في ذلك الديوان يمكن الجزم بأن الشافعي رحمه الله قد قاله ونأخذ أبيات متفرقة مما اشتهرت نسبتها إليه رحمه الله من ذلك قوله دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا تغطيه السماحة والوفاء هذه الأبيات الهمزية من ضمن مقطوعة ليست طويلة جدا يتكلم فيها غالب شعره في الحكمة دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء كل ذلك مبني على الإيمان بالقضاء والقدر وما ينزل من بلاء الناس فيه على ثلاثة أحوال منهم من يجزع فيكون ذلك البلاء في حقه نقمة لأنه كسب من ورائه إثمة ومنهم من يصبر فيكون البلاء في حقه مكافأة لأن صبره يكفر بالسيئات فما له من ذنوب وما له من خطايا ولا يسلو من الذنوب والخطايا أحد فإن هذا الابتلاء الذي صبر عليه ذلك العبد يكون ذلك الابتلاء كفارة تل له قوم يصيبهم الرضا وهو الذي عناه الشافعي وطب نفسا إذا حكم القضاء وهؤلاء يصبحوا الابتلاء في حقهم رفع درجات ليس فقط تكفير سيئات بل رفع درجات ثم بيّن في تلك الابيات أن الإنسان إذا كثر عيبه عليه بالسخاء عليه بالسخاء وقال فكم عيبا يغطيه السخاء فكم عيبا يغطيه السخاء فكم عيبا يغطيه السخاء هنا للتكثير ليست للاستفهام السخاء الجود والكرم وقد قيل إن سادة الدنيا الأسخية وسادة الآخرة الأتقية فالشافعي ينطلق من عرفه من معرفته بالناس ومن مخالطته لهم وأنه يرى أن السخاء والجود والكرم يغطون أي عيب قد يكون في بني آدم هذه إحدى الأبيات التي قالها الشافعي مما اشتهر عنه أنه قاله قال لا تمنعنا يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تاراته واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته وأفضل الناس ما بين الوراء رجل تقضى على يده للناس حاجاته هذه تاهية جميلة جدا يبين فيها ما يلي قال لا تمنعنا يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تاراته الدنيا إقبال وإدبار إقدام وإحجام أحيانا تقدر وأحيانا لا تقدر فكم من أمر تكلف به قد يكون آداؤك له أسهل من شربك للماء العمل نفسه المطلب نفسه قد يأتيك في دار يكون صعبا عليك جدا خلاف الأول لأن الزمن اختلف فكذلك الدنيا يختلف أهلها باختلاف أحوالها وقد قيل ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال والبعض أصلا ينسب هذا البيت للشافحي فهو يقول لا تمنعنا يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا وانظر إلى قوله ما دمت مقتدرا هذا ليس حشو ولا إطناب هذا فيه نفع كبير في القول وله مقصده في قوله لأنك إذا لم تكن مقتدرا فأنت غير مكلف فالله عز وجل في عبادتنا له يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول فاتقوا الله ما استطعتم من باب أولى أن يكون في تعاملنا مع الناس أن نعرف قدر استطاعتنا ولا نكلف أنفسنا ما لا تطيق حتى لا نقع والله عز وجل يقول ولا تبسطها كل البصد فتقعد ملوما محصورا أي سيأتي عليك يوم تلوم نفسك وتنقطع بك الأحوال إذا كان ليس بيديك شيء وقد أتأك العفاة يطلبونك السؤال وقد فردت في المال كله المقصود لا تمنع أن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تاراته ثم قال واشكر فضاء إلى صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته وخير لك أن تسأل لا أن تسأل خير لك أن تعطي لا أن تأخذ فاليد العليا خير من اليد السفلاء واشكر فضاء إلى صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته ثم قالوا أفضل الناس ما بين الوراء رجل تقضى على يده للناس حاجاته وما زال الوجهاء وأهل الفضل والأحرار والكرماء عبر التاريخ كله يسعون في حوائج الناس والابن عباس رضي الله عنه وعن أبي كلمة في هذا أن هذا ربما كان خيرا من الاعتكام في المسجد فالمجتمع محراب التعبد المجتمع محراب التعبد اشتركوا في القناة